نروح بقى الخبر التاني الحقيقة من تونس وهذا الخبر اثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع المسواف الارث بين الرجل والمرأة تونس على مدى الايام اللي فاتت كلها وبشهادة وهذه الكلمة اللي قالها السبسي وادت الى جدل كبير جدا ما بين هل انت بتطبق الشريعة الاسلامية ولا انت بتشتغل بدماغك واللي موافقين من السيدات واللي معترضين حتى الاوقاف في مصر اعترضت على نية السبسي في انه يكون في مساواة ما بين الرجل والمرأة وتصل هذه المساواة للارث واعتبروا انه هذا الكلام يتنافى مع الشريعة الاسلامية وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي كالمعتاد ما بين المؤيد وانه الدولة العلمانية لازم يكون فيها كده وان المرأة بتخرج للعمل فبالتالي المفترض انها تتساوى مع الرجل وما بين طبعا انه ازاي انك انت تتصرف هذا التصرف وانه ده معارض للشريعة الاسلامية الموضوع لسه ما اتخذت فيه قرار الموضوع اتراف على البرلمان في تونس وانه دي من الاقتراحات حتى اللي بيؤيدها الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي مشروع قانون يضمن المساواة في الميراث بين المرأة والرجل سوف يعرض قريبا على البرلمان هذا ما تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بدقديمه في خطابه بمناسبة عيد المرأة الرئيس قائد السبسي قدم ايضا تطمينات للقيوة التي ترفض المساواة في الميراث متعهدا بان يتضمن القانون الجديد حق المورث في تقسيم تركته وفقا لما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يرز من غير احكام مجلة الاحوال الشخصية ان احنا ما نشيره علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الايات القرآنية احنا عنا التعامل مع الدستور اللي احكام مؤامرة كما قلنا ونحن في دولة مدنية والقول هو ان المرجعية على الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش المساواة في الارث بين الرجل والمرأة كان من بين توصيات تقرير لجنة الحرية الفردية والمساواة الذي نشر في يونيو حزيران الماضي هذا التقرير يواجه باحتجاجات من قبل القوى الدينية المحافظة وفي مقدمتها حركة النهضة الاسلامية المشاركة في الحكم حاجات متنقذة مع الاسلام اللي هي المساواة في الميراث ومعناها حبوا يعطوا قانون معثى رخصوا للهوات وكل اشياء ذيك كلنا ننكرها كمسلمين موحدين اما القوى السياسية والمدنية الحدثية فقد دفعت في المقابل عن تقرير لجنة الحرية الذي يكفل حقوقا جديدة للمرأة تضمن لها المساواة مع الرجل وتستند هذه القوى في موقفها على احكام دستور ما بعد الثورة الذي نص على المساواة التامة بين الجنسين نكمل الخطوة هذه بخطوة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في سياق ما بعد الثورة سياق دستور 2014 الدستور الذي اقر المساواة شد وجذب بين القوى المحافظة وبين القوى الحدثية حول مقترحات تدعيم حقوق المرأة واختلاف بين من يدعو الى ان تكون الشريعة الاسلامية هي المرجع وبين من يطالب ان تكون الكلمة الفصل لدستور ما بعد الثورة الذي نص على ضمان المساواة التامة بين المرأة والرجل المساواة في الميراث بين المرأة والرجل وزواج تونسية المسلمة بغير المسلمة تغت على مراسم الاحتفاء بذكرى عيد المرأة هذا العام قضايا هامة اثارت ولا تزال جدلا صاخبا لو اخدتوا بالكم انبارحة ونهاردة عيد المرأة في تونس بنقولهم كل سنة هم طيبين والحياة دي حاجة جميلة جدا ان احنا نشوف ده ونشوف هذه الوقفة الشجاعة وطول عمر تونس على فكرة بتأخذ هذه المواقف يعني يمكن فاكرين لما كان يعني تم يعني انهم خلوا عمر الحجاب والكلام ده كله وعلى طول الجدل وبرضو ناس قالوا طب الاوقاف المصرية مالها ومالها ومال التونس واللي بيحصل في تونس والحاجة التانية برضو انتشرت خريطة كده وقال لك هم لغوا تونس من الخريطة للوطن العربي عموما يعني زي ما بتلكم شد وجازب ودائما بيكون هناك متفقون ومعارضون نأتي بقى لموضوع العملة التركية والمنقذ لهواء يعني لسقوط العملة التركية الامير تميم بن حمد في زيارة النهاردة كان ل عفوا لتركيا واعلن انه هيكون فيه استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لانقاذ العملة التركية واستعادت الليرة في الايام اللي فاتت الليرة التركية بعد عافيتها بعد ان عانت من تدهور تاريخي حيث وصلت لأدنى معدلتها وتراجع قيمة الليرة التركية قد نجم عن احتدام التوتر بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية وقررت تركيا وهذا القرار اعلنه رجب طايب اردوغان بمقاطعة السلع الالكترونية الامريكية وبالتحديد الايفون وقال لك ايه يعني الايفون ما احنا عندنا السامسونج وبعض نشرت قناة الحدث تقرير عجبني جدا قال لك يعني في ناسي الايفون اللي انقذك وقت الانقلاب حضرتك يعني لما انت طلعت بالفيستايم على الايفون وكنت بتتكلم وهو ده اللي ادك الشرعية واللي طمن الناس واللي خلى الناس ودعيت الناس انها تنزل علشان تسندك فالايفون النهاردة بقي وحش المهم ان هو طبعا مش بس موضوع السلع الالكترونية الامريكية اللي هو قال للناس انه بلاش تتعاملوا معاها وهنقطع السلع الامريكية لا كمان ده فرض عجمارك على بعض الرسوم الجمركية على واردات امريكية وتركيا رفعت الرسوم الجمركية على واردات امريكية زي سائرات الركوب الكحليات التبغ وللضعف للمثلين الى الضعفين ونقب الرئيس التركي قال انه هذه الاجراءات رد بالمثل على الهجمات الامريكية المتعمدة على الاقتصاد التركي واشنطن ستفرض مزيدا من العقوبات على انقرة اذا لم تفرج عن القسط برانسون تركيا زي ما قلت لكم من اول الموضوع حتى ان هي مش هنفرج عن القسط برانسون غير لما تفرجه عن عبدالله جولن ده مقابل ده وطبعا دونالد ترامب كان طلع برضه في تصرحات وقالتها صار يعني يكون فيه تبادل انه يفرجوا عن هو طبعا القسط الامريكي تحت القامة الجبرية حاليا وفيه محكامه النهاردة رفضت الاستقناف المقدم للإفراج عنه وده زاد التوتر وهم مش عايزين ان هم يفرجوا عن القسط الامريكي اندرو برانسون غير لما انه يكون في صفقة تبادل مع عبدالله جولن وطبعا امريكا قالت لهم طب دون اي مستندات اللي بتؤكد ان هم متورد في اي حاجة طبعا مقدموش وإلا كانت امريكا رحلته من زمان او سلمته لتركيا ولكن لم يقدم لم يقدم الجانب التركي اي شيء في ايدانا الحاجة بقى دلوقتي انه ترامب كان طلع وسارة سندرز قالت ان ترامب الحقيقة يعني متدايق ومكتئب يعني من انه لم يتم الافراج عن برانسون وانه الموضوع ده هي القشة اللي قسمت زهر البعير لكن فيه خلافات كتير قوي ما بين تركيا وامريكا في هذا الوقت وفيه صفقة برضو بتحاول كانت فيه اتفاق عليها وتركيا برضو بتقول انها هتلجأ للتحكيم الدولي لو ما تمتش هذه الصفقة اذا الامر كله داخل دلوقتي فيه تصاعد اكثر فيه سوق العلاقات الامريكية التركية والكلمة السر في التصاعد ده هو برانسون ولكن زي ما بقول لكم فيه امور تانية اكتر من كده بكتير الطريف بن اعلامي اخواني كان بيدعو لدعم الليرة التركية وكان بيقول ان دي فريضة دينية يا جماعة وزا سقطت العملة التركية هتغتصب هتغتصب زوجتك اينما كانت دخل الموضوع العملة في اغتصاب الزوجة ازاي دخلت موضوع العملة في اغتصاب الجوز الزوجة ما عرفش وانه لو سقطت العملة هيحصل اغتصاب للزوجة برضو ازاي ما عرفش بس ما عايشش الوقت هننتقل للحاجات التانية وتركيا طبعا بعد اعلان امير قطر بيقولوا ان احنا هنخرج اقوياء بعد هذه المرحلة وزاي ما قلتلكم انه في الزيارة اللي قام بها امير قطر لتركيا هذه الايام تم الاعلان عن انه في حزمة استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لتركيا وانه هذا الامر تأكيد للصداقة الحقيقية بين الجانبين يعني يا جماعة وبرضو عايز يقول انه بصوا المؤطعة اللي كانت بالدول العربية القطر ما عملتش حاجة ده احنا نسجد عن قوي هو بنقف جنب تركيا وهنستثمر ب15 مليار دولار وفيه ازمة كده ترامب وصف مستشارة سابقة للبيت الابيض بانها كلب سعرانة وكلام من هذا القبيل يعني محتاج يمكن نشرح فيه اكتر عشان نفهم اللي اتعمل ايه لكن خلينا نشوف برضو فيه عقوبات يعني التقرير ده نحاول نعرضه في الايام القادمة وكان برضو فيه خبر انه الامريكية من اصل صومالي الهان عمر تفوز بترشيح الحزب الديموقراطي الامريكي عن ولاية مينسوتا ودي برضو كان زي ما انتوا شايفين سعادة كبيرة جدا امريكية من اصل صومالي نأتي لعقوبات جديدة فرضتها الخزانة الامريكية اليوم على شركتين روسية وصينية الانتهاكي مالحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية وسط مساعي واشنطن لابقاء الضغط على او الضغوط على بيونج يانج بسبب برنامجها النووي زي ما تفتكروا حتى في اللقاء اللي كان تم ما بين ترامب وكيم جونج آن انه هتستمر العقوبات لحين الانتهاء تماما من كل البرامج النووية اللي في كوريا الشمالية كان فيه ولاية امريكية فنتانيل تقريبا يعني اتمنى يكون بانطقها صح في تنفيذ الاعدام وده برضو اصار جدل كبير اوي لاستخدام هذه الحقنة المرشد الاعلى الايراني بيقول لان تكون هناك حرب ولا مفاوضات مع امريكا بعد دعوة دونالد ترامب ان يكون فيه مفاوضات خرج المرشد الاعلى الايراني ايات الله علي خامنئي وقال انه لا هيكون فيه حرب ولا مفاوضات في الولايات المتحدة طالما ترامب وبرضو علشان كان فيه قاسم السليماني وكان بيهدد ترامب وكان بيهدد بحرب فجيه طبعا خامنئي وقال لا ما فيش لا حرب ولا مفاوضات مع الجانب الامريكي طالما ان ترامب في الحكم وطبعا اشار برضو للازمة الاقتصادية في ايران وخامنئي قال يوافق على يوافق على تشكيل محاكم خاصة للجرائم المالية وده يؤكد برضو من المحللين السياسيين ان في دلوقتي خلافات ما بين روحاني وخامنئي وانه روحاني متمسك بالمسؤولين الاقتصاديين اللي بيقولوا ان هما بهدلوا البلد وانه كان فيه تظاهرات كتير في ايران الفترة اللي فاتت وخامنئي غير راضي على هذا الامر وغير راضي على اداء روحاني بالنسبة لمواجهة الازمة الاقتصادية حاجة بقى طريفة بوتين هيحضر زفاف وزيرة الخارجية النمساوية ولكن من ناحية السياسية انه هيلتقي ميركل نقلت وكالة انباء روسية عن دمتري بيسكوفا المتحدث باسم الرسالة الرئاسة الروسية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كانسيل في مطلع الاسبوع المقبل وقالوا انه بوتين هيتوجه للنمسا يوم السبت المقبل لحضور حفل الزفاف وهيلتقي المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في قصر ضيافة الحكومي ومن المنتظر انه يقام الحفل لزفاف كانسل 53 سنة وما تحددش لم يحدد مكان الحفل ولكن بالنسبة للناحية السياسية انه هيكون فيه لقاء هام هيجمع ما بين بوتين وانجيلا ميركل فيه برضو بيونج يانج بتستضيف تالت قمة بين زعيمي الكوريتين في سبتمبر المقبل وده طبعا فيه اطار العلاقات اللي تمت استعادتها بين الكوريتين الشمالية والجنوبية كان فيه طفلة فيه شركة اسمها جاب دي شركة معروفة وبتنتج يعني لها في مجال الملابس للاطفال بالتحديد يعني مركة معروفة اثار جدل واستخدام فتاة محجبة في هذه الاعلانات واطلقت علامة جاب للملابس حملة دعائية بمناسبة دخول المدارس في الولايات المتحدة استعانت خلالها بتفلة ترتدي حجاب وهذا الامر اثار ردود فعل متبينة بين مؤيد ومعارض بدأ الجدل حول هذه القضية بتغريدة على موقع تويتر حيث نشرت جاب على حسابها في 31 يوليو صورة طفلتين ترتدي احدهما حجاب وده علشان الحملة الدعائية وكان فجأه بقى انه هذا الامر انه كيفة يعني كون الشركة يعني تنشر صورة لطفلة محجبة ده معناها انها بتؤيد الحجاب وانه ده اثار جدل كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي الايام اللي فاتت قلنا لحضراتكم انه الرئيس السيسي كان استقبل عبد الرب منصور هادي في مصر فجأنا بعدها على طول انه الرئيس السيسي يعني اول امس يوم لاثنين امبارح بقى راح الرئيس السيسي والتقى بالملك سلمان ابن عبد العزيز خادم الحرمين بمدينة نيوم بشمال المملكة العربية السعودية وذلك تلبية لدعوته لم يصدر الكثير غير انه موضوع منقشة الامور ووجهات النظر وكل المواضيع دي كلها ولكن البعض بيرى ان هناك ربط ما بين لقاء عبد الربو وانه في تاني يوم على طول يكون فيه لقاء الملك سلمان اذا هناك امور يتم منقشتها حول الاوضاع في اليمن والتهديدات اللي بيهددها الحوسي لموضوع الملاحة في البحر الاحمر طبعا برضو في سوريا هذه الايام بيصار موضوع عودة اللاجئين واعتقد انه الامور مهيئة دلوقتي لعودة اللاجئين وبالفعل عاد حوالي 200 لاجئ من لبنان الى سوريا خلال الاسبوع الماضي نتمنى ان يعم السلام والخير